السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من الله لجميع يكون بخير ان شاء الله عودتنا 2020 من البداية على بعض المفاجآت الغريبة والعجيبة الله اعلم طبعا هتنتهي على امتى لكن ان شاء الله تنتهي على خير من المفترض ان وكالة ناسا بتقول ان في حوالي اكتر من عشر كويكبات هتمر على الارض بداة من شهر اربعة او من يوم تلاتين تلاتة لغاية اخر اربعة طيب قبل ما ابدأ في الموضوع جماعة عشان نفهم الناس اللي لسه متابعين جديد او لسه من شهر مثلا انا جماعة ضد ناسا ضد ناسا وضد وكالات الفضاء ولكن ده مش معناه ان كلامهم غلط عشان بس التعليقات اللي بتوصلني وانا والله بيحترم التعليقات طالما التعليقات محترمة ولازم اتكلم عليها في كل فيديو لانه بيسأل ومن حقه يسأل ولان مثلا لما ناسا تقول لي ان في شمس في امر في كواكب في نجوم وتبتدي تفصل فيهم والى اخره وانا اطابق الكلام اللي هي بتقوله في الدين اصدقه واللي خالف ديني طبعا مش هصدقه ولو حاول يقنعني بالكلام ده بعض المشايخ والعلماء المتأثرين بعلوم ناسا وللاسف الناس دي بتلوي عنق الاية والحديث علشان تناسب العلم فانا طبعا اسف هختلف معاهم طبعا لانه في الاصل ان ما اتي من الله من عند الله هو المرجع للعلوم الدنيوية يعني هو اللي يرجع لي ويرجع للدين عشان خاطر يطابق به مش العكس لان انت بتتكلم عن خلق الخالق سبحانه وتعالى مش بتتكلم عن حاجة بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فده توضيح سريع علشان الناس اللي سألت انت ليه مكذب ناسا وبتستدل بكلامهم انا بستدل بكلامهم الصحيح واللي احنا في الاساس عارفينه بداية الخبر الاول قال ان ناسا وضحت وصول كوكب اللي هو OR2 1998 وباين طبعا من اسمه سنة اكتشافه اللي هي كانت 1998 وانه تم تصويره حاليا على بعد 16 مليون كيلو متر وده قطره ما بين 2 الى 4 كيلو متر او نصف حجم جبل افرست ولحظة مروره على الارض هيكون الساعة 9 مساء يوم 29 ابريل 2020 وهيكون على بعد حوالي 4 مليون ميل او 6 مليون كيلو متر ولو عندك طبعا تلسكوب كبير شوية تقدر تشوفه وفي روما هيكون فيه عرض مجاني على الانترنت عن طريق التلسكوب الافتراضي للكوكب لحظة مروره وبيقولوا انه فرصة استضامه بالارض ضئيلة جدا لكن وارد استضام اي كوكب تاني يعني هم خلطوا كذا امر ببعض طبعا ده كلام ناسا لانها اكتشفت سنة 2019 وعايزين نركز في الموضوع ده بداية من سنة 2019 الى الان حوالي 19 الف جسم او كويكب او مذنب وقالت كمان ان فيه اكتر من العدد ده لكن لسه مفيش احتواء للعدد بالكامل وقارنه الكويكب اللي انفجر في روسيا اللي كان في تشيليا بينسك اللي تكلمنا عليه قبل كده كان قطره 17 متر بس يعني كان 17 متر لكن يعني طبعا تعرفين تأثيره كان قوي جدا وحصل انفجارات في النوافذ ويعني قلب الدنيا ساعتها وبيقولون ده بيحصل مرة او مرتين كل قرن يعني كل مائة عام وبيقولوا كمان ان الكويكبات الضخمة اللي اكبر من كده اللي زي او ار تو ده بتحصل كل مئات السنين وممكن تصل لالاف السنين وهنا انتهى شرح او كلام ناسا وانا علقت على كلامهم في فيديو قبل كده وقلت ان كل دي نظريات زي مثلا نظرية النيازك اللي ضربت الديناصرات من 66 مليون سنة طبعا ده كلامهم والكلام العجيب للأسف 90% من البشر مصدقينه ونسي مثلا كمثال بسيط ان القرآن بيقول ان سيدنا نوح عليه السلام اخذ من كل زوجين سنين فمن الطبيعي انه مش هينسياخد ديناصرات معاه طبعا ممكن تقول لي لا ده الديناصرات كانت قبل سيدنا نوح عليه السلام وبكده طبعا هتحرجني ومش عارف ارد عليك لكن هقول لك ببساطة ان الله سبحانه وتعالى منذ خلق الارض وعليها شعوب وعليها فيها بلاد الارض وفيها انبياء وفيها رسل فيها ملوك فيها جنود وده بيتعارض مع وجود مخلوقات زي الديناصرات طبعا برضو ممكن ترد عليها وتقول لي لا ده كانت احجامهم او احجام البشر ساعتها كانت كبيرة لكن العلم نفسه اللي ادعى نفس الكلام ده على موضوع الديناصرات الضخمة ومنها طبعا انواع ضخمة جدا خلى الانسان في نفس التوقيت ده شبه يعني قزم او صغير او ارد او مراحل التطور بتاعته وانسان جاهل ما بيعرفش يتكلم وشعره كبير وشبيه بالارود فعلا وده طبعا الكلام ده كله منافي لكلام ربنا سبحانه وتعالى ومنافي اه لمعظم الاديان يعني مش هقول لك الاسلام بس اه لان من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض وعليها سيدنا ادم وعليها قبيل وعليها هبيل وعليها اولاده وما حصلش الكلام اللي هم بيقولوا علي ده خالص لكن هترجع برضو هنفضل ماشيين مع بعض هتقول لي لا ده كان قبل كده اه لا الكلام ده ما كانش صحيح ودي كلها نظريات اه وكل الحفريات اللي بتكلموا عليها مثلا بيض الديناصور بقالها اتنين مليون سنة الكلام ده طبعا اه ما يدخلش عقل حد ولكن اه هم عارفين بيعملوا ايه علشان امور ما تختلطش ببعض في فيديو اه النهاردة اه خبر اهم اه ان اللي عنده تليسكوب كبير يقدر يرائب السماء من يوم تسعة وعشرين ابريل ليوم خمسة مايو ده غير اكتر من اربع كويكبات اللي كان فيه تحذير طبعا منهم اه يوم خمستاشر يوم ستاشر وده كان قطره ربعمائة وخمسين متر تقريبا وكانوا بيمروا اه بين الارض والقمر يعني كان مسافتهم قريبة جدا وكمان الكويكب اللي قيل ان حجمه بحجم خمسين كرة قدم مش مش ملعب كرة قدم زي ما ناس غلطت كتير وقالت لان ده طبعا حجم ضخم جدا اه يعني حوالي من خمستاشر لأربعة وثلاثين متر قطر الكويكب ده والمسافة كانت قريبة جدا جدا واللي هي مية خمسة واربعين الف كيلو اه من الارض وده كان اسمه ف اللي توق الفين وعشرين وده طبعا لو كان احتك بالغلاف الجوي كان عمل مشكلة اكبر من اللي عملها الكويكب اللي اه انفجر في الفين وثلاثة عشر في اه روسيا ومع ذلك اه لم يحدث اي شيء اه لكن المؤكد ان تم تصويره والتأكيد ان هم فعلا مروا بالقرب من الارض ودي زي ما انتو شايفين قايمة بالعشر الكويكبات اللي مفروض هيمروا من اول تلاتين تلاتة الفين وعشرين زي ما انتو شايفين كده بقسميهم بقطرهم ببعدوهم عن الارض من المفروض انه هم من اول تلاتين مارس وبعدين اتنين ابريل وبعدين اربع ابريل خمسة ابريل عشر ابريل حداشر ستة عشرين سبع عشرين تمانية وعشرين تسع عشرين واحد مايو زي ما انتو شايفين اللي هو يوم تسع وعشرين اللي هم مركزين عليه شوية اللي هو او ارطو الف تسعمية تمانية وتسعين ده اللي هيمر زي ما انتو شايفين بالتوقيت بالزبط يعني بنفس المسافة اللي احنا قلناها فبما انهم صوروا الكلام ده واسبتوه زي ما احنا شايفين متابعين مع بعض الظواهر دي يا جماعة بدأت تظهر من 2017 و18 وزادت جدا في 2019 وفي 2020 زي ما احنا شايفين في شهر واحد عشر كواكبات اللي امتابع معنا من الاول ما كانش فيه الكلام ده خالص وتصويرهم برضو ما كانش بيبقى زي ما احنا شايفين كده كله متحدد مكانه متصور بطريقة قوية شوية فده اللي احنا بنقوله او اللي انا بكرره كل فيديو ان الظواهر دي بدأت تكتر جدا وكل ما يمر الوقت بتزيد غير طبعا ان فيه كسوفات وخسوفات ندرة جدا قريبة هنتكلم عليها ان شاء الله في وقتها يعني طبعا مش هنقول ان الكلام ده ما بيحصلش الكلام ده بيحصل من ساعة ما ربنا صحونا تعالى خلال الارض ولكن بنتكلم على الفترة الاخيرة دي ان الظواهر كترت جدا ظواهر بقت زواهر ندرة بقت متكررة في وقت قليل جدا وده اللي احنا شايفينه انه بيدل والله اعلم على اقتراب وبداية علامات اخر الزمان وطبعا اهمها وهو الصحيح قدامنا هو مرور الكوكب او النجم ذو الذنب ليكون اية كبرى للعالم ووقتها طبعا مش كل الناس هتقامن وده اللي احنا بنحذر منه لان بنقول لابد يكون عندك علم ديني ودنيوي سليم بعيد بقى عن التنبؤات والشعوزة وتحديد موعيد الاحداث وايه اللي هيحصل بالزبط فلازم تكون بين يعني تبعد عن الامر ده او انك تكذب الامر الوارد في اثر الصحابي الكريم المرفوع على شرط الشيخين يعني صحيح وليس ضعيف وده برضو يعني التغيرات النتجة عن الاقترابه بين جدا الفترة الاخيرة ومحدش يقدر ينكرها اه وشغل الناس كلها ولكن اه هم مش عايزين يتكلموا في الامر دي ولو هنلاحز وانا بكلمكم مثلا دلوقتي ان من المفترض ان احنا في الربيع المفروض ان الشتاء انتهى يوم تلاتة وعشرين تلاتة الفين وعشرين اه يعني تقريبا النهاردة اه مر تلات اسابيع من فصل الربيع وكأننا لسه اه للاسف في فصل الشتاء اه دول كتير جدا دول العربية كتير جدا اه فيها شتاء فيها سيول فيها صواق اه قوية جدا فيها برد فيها تلوج اه سحب كسيفة غير طبعا الرياح القوية اللي احنا بلاحظينها وحتى الدول اللي ما فيها الشتاء زي مصر مسلا هتلاقي الجو الصبح يعني شبه معتدل لكن بالليل اه درجات الحرارة بتبقى متدنية جدا احساس بالبرودة وكأننا في الشتاء اه بتلاقي برضو في زي ما يكون فيه سحب فيه غيامات حيث ان الدنيا هتشتي اه وفي التقارير سواء بقى في البرامج على الانترنت او لما تبحث في جوجل عن درجة الحرارة تلاقي درجة الحرارة عالية لكن انت قاعد في جو شتاء وده امر برضو مستغرب يعني لكن المحسوس غير درجات الحرارة اللي موجودة وده زي ما احنا برضو شايفين بنتابعوا مع بعض سواء في الاخبار اليومية اللي موجودة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك او الفيديوهات اللي بدأنا نعملها على القناة في قايمة اخبار واحداث يومية هتشوفوا طبعا ان فيه اماكن فيها سيول كتير قوي وفيضانات وبرد موجود في دول عربية كتيرة جدا واحنا بنقول يا جماعة احنا في الربيع فالعمر طبعا مستغرب تماما كمان زيادة الزلازل والهزات الارضية اللي اقتربت معظمها من سطح الارض اه وبكسرة وفي دول مش معتادة كمان على موضوع الزلازل بالطريقة دي ولان الكل شيء سبب فمن المعروف ان تغير درجات الحرارة والمناخ عموما بيأتي مع اه تقلبات الفصول يعني فصل الصيف والشتاء والخريف والربيع اه وبيأتي من تأثير السماء على الارض اه سواء بالسحب سواء بحرارة الشمس اه بالقمر وده طبعا بيعطي زيادة في التأثير وبقوة وزي ما وضحنا قبل كده قلنا ان الكوكب او النجم والذنب اللي هيكون سبب في طرق الدخان اه مواصفاته مختلفة عن باقي الاجرام في السماء يعني لهو كوكب ولا هو اه نجم بل اه يعني مكتسب الصفاتين اه سرعاته غير معلومة اه مصار وغير معلوم اه لكن اه تأثيره قوي باقترابه من اه الارض يعني بيجمع ما بين النجم والكوكب ولانه طبعا ايا من ايات الله سبحانه وتعالى الكبيرة فااااااااااااااااا اكيد ليه علامات وهايأتي بغتاة ولكن ليه علامات تسبقه وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته في اه ارسال اياته للبشر وان شاء الله زي ما عدتكم قريب هعمل فيديو للنجم الزنب كوكب دخان بناء على طلب بعض المتابعين الجدود لان الامر اختلط عليهم في النهاية بطمن الجميع جماعة على اطلس ولهذه الكواكبات لها علاقة بالنجم الزنب والاحداث اللي تسبقوا ما حصلش منها اي شيء ولا اي علامة اه تنزر او تبشر باقترابه حتى الان امتى هيطرق السماء هيحصل ايه ساعتها تأثير ايه على الارض اه ايه حجمه ايه هي قوة قوته التدميرية اه مدى صحة رواياته كل ده ان شاء الله هيكون في فيديو قريب بازن الله فيديو توضيحي للمتابعين القدماء واصحاب القناة والمتابعين اللي شرفونا ونورونا اه جدد وبكده ان شاء الله يبقى انتهى فيديو اليوم على خير بازن الله وما تنسوش الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته